مساء الخير وأهلاً وسهلاً بالسيدة المشاهدين في برنامج موضوع مهم كل سنة وكل الشعب العربي بألف خير بحلول شهر البهجة والسعادة والفرحة علينا والتقوس اللي احنا بنستناها كل سنة والنهاردة بالمناسبة لشهر الكريم ده برضو جايلكم موضوع أحلى وأحلى وخفيف ومفيد وهو القرارات والأحكام السريعة وعلاقتها بالأبراج بس خلونا نرحب الأول بزميلتي روح أهلاً يا روح مساء الخير يا أسماء مساء الخير على كل مشاهدينا وزي ما أسماء قالت برنامجنا الحلقة النهاردة بتتكلم عن موضوع خفيف وجميل وفي الناس كتيرها بتحبوا بس خلوني الأول أرحب بضفتي دكتورة راندا جبالي بقسم الإنتاج الإعلاني في الأكاديمية الدولية ودكتورة في التربية الإعلامية مساء الخير يا دكتورة مساء النهار أهلاً وسهلاً بيك مبسوطة جداً معكم النهاردة إحنا مبسوطين أكتر عايزة أسأل حضرتك عن القرارات السريعة إزاي الواحد ممكن ياخد قرار صح في حياته العملية سواء دراسة سواء الشغل عامة القرارات دايماً متعلقة بكل نواحي حياتنا فبداية مثلاً من قرار الدراسة لازم الأول أحدد أنا ميولي إيه بحب إيه عاوز أدرس إيه نوع الدراسة لأنا عاوز أدرسها يعني أنا عندي مثلاً الطلبة في الكلية ما بنبقى بنكلم معاهم في الأقسام العلمية موهبتهم إيه حبهم لجزئية معينة زي مثلاً بيحب الجرافيك زي اللي بيحب السينما هويتهم برضو بتسيطر عليهم في النقطة دي فبالنسبة للدراسة أنا بفضل من وجهة نظري طبعاً الشخصية إن كل واحد يدرس الحاجة اللي هو بيحبها علشان يقدر يبقى مبدع فيها علشان يدر حد يحقق نجاح في الجزئية دي هو من جواه نابع الحب للحاجة دي بس خلينا نقولي إحنا برضو هنا كنا بنتكلم على فكرة الأبراج ربطة بقى الأبراج يا دكتور هل هي بتبقى ليها تأثير قوي في حيطة إن الشخص لما بيحط دماغه في الصفات اللي في برجه بتبدأ تأثر عليه في قراراته؟ الأبراج الجزئية اللي بتأثر بقى في اتخاذ القرار وجزئية الشخصية يعني متعلقة أنا عايزة كيبقى تقولي لي مثلاً برج الجوزاء أول حاجة طبعاً عشان أنا بحب جوزاء بدا أعود برجه هو الجوزاء برج عملي جداً تعتمدي عليه مسؤول بس هو المشكلة في التقلب المزاج دكتور أنا كمان عايزة تضيف برج الجوزاء من الأبراج النجاح أيها جيد دم في حياته العملية بصراحة لأنه مسؤول كودوف ده والدي ومحمد رمضان نجمي حمد رمضان نانستوب ما شاء الله نجاح فده حاجة حلوة لبرج الجوزاء جداً يروح فعلاً هو برج مسؤول جداً ودايماً بيحب عنده نحية كده فيها فضول شوية بيبقى عايز يعرف والإنسان كلما يبقى عايز يعرف أكتر يقدر يتعلم أكتر يقدر يبقى ناجح أكتر بس هي المشكلة اللي احنا قلناها البسيطة بتاعت إنه أحياناً بيبقى متقل بالنسبة لبرج الأسد بقى في الدراسة وبما أني أنا برج الأسد فأنا هحكي لك تجربتي شخصية برج الأسد عنده دايماً ميول قيادية يعني يحب يبقى دي طبيعة شخصيته يبقى دايماً بيعمل بلان بيساعد ناس بيبقى داخل جوة المجموعة بيقودها فده بيأثر علينا هو دايماً عايز يدرس حاجات فيها ظهور بس برضو يا دكتور برج الأسد على قد ما هو قياد جداً على قد ما هو لما بيجي له الشريك حياة بتحس إنه هو الحتة دي بتنزل شوية بيبقى فيها نوع من أنواع الاختلاف بقى في إنه هو مين اللي يفرد رأيه بس طبعاً يا الحياة الزوجية مش محتاجة فرض رأيه برج الأسد أنا بحس يا دكتور إنه هو لازم يتشد لحد كارزمة يعني ما ينفعش حد برج الأسد ما يتشدش لحد كارزمة وكاركتر بيحب في حيطة الكوة لأنه بما إنه أساساً قيادي فمش أي حد هيل في تنتماء طيب بالنسبة لبرج العقرب الغامض ما بلاش بقى يعني برج العقرب ده برج يعني عنده كل حاجة والعكس هو غامض جداً بس في نفس الوقت عايز يعرف كل المعلومات هو محدش يقدر يسيطر عليه لأنه حاسس آه إنه أنا موجود يعني أنا موجود في العمل أنا موجود في الأسرة أنا موجود في وسط أصدقائي فدايماً عايز اهتمام اهتمام طول الوقت لأ ودكتور كمان في حاجة أن برج العقرب من الأبراج اللي دايماً لما بنسمع في ذهننا عنها يروح تلاقي اسم برج العقرب إحنا قريدي كده بتلاقينا إيه؟ بنت خض بالداخل العقرب بس هو أنا عايز أقولك رغم من كل ده هو حساس جداً بيعرف الحب لأن أنا ابني برج العقرب عطوف جداً جداً على الحالي العقرب عايز اهتمامي بس هو عايز بالضبط إنت تعرفي إزاي تقدري تتعاملي مع الشخصية ودايماً بحس في العقرب علشان إنتي تكسبي قلبه زي ما بيقوله خليه وفق الأولويات طبعاً أنا بقولك هو عقرب يساوي اهتمام سم اهتمام سم اهتمام بس يعني هنا نقدر نقول إن رأيك في حتة موضوع إن احنا نربط الصفات بالأبراج هيتي حاجة مشوحشة صح؟ بسي أنا باخد الموضوع برضو دي تجربتي الشخصية أنا مهتمة جداً بموضوع الأبراج وبحبه جداً بس من قراءاتي بقى إن علم الأبراج يرتبط بعلم التنجيم فبعض الناس بتقول يعني ده رأي أنا هقولك رأي ورأي الآخر كاذبة المنجمونة ولو صدفوا يعني مش بنقرأ بقى حظك اليوم إيه اللي هيحصل ليدا النعود دا كل ده في إيد رب نصبه عن تعجب بس إحنا بنحب الصفات هو ده الموضوع المهم بالنسبة عايزة أقولك إن البرج ممكن يعني البرج ممكن يسيطر على الإنسان في إن هو يخلي ابنه أو بنته أو كده ياخد قرار يعني هو يفرد رأيه عليه هقولك أنا بقى النقطة دي مهمة جداً يعني وسؤالك فعلاً فيها جميع لأنا مثلاً بورج الأسد شخصيتي فيها جزء من القيادة كبير بس أنا ما بتعامل مع أولادي أو بحب أتعامل مع أولادي حبش أفرد عليهم وجهة نظري أو رأيي لكن في نفس الوقت ببقى خايفة عليهم يختاروا حاجة غلط وينا حضرتك كنتي عايزة تقولي على فكرة التربية والبيئة بالضبط كده لأن المجال كانت دراسة فبيقول أنت لازم تربي جيل أو نشأ عنده الخبرة يقدر يونقد يقدر يعرف إيه الصح والغلط يقدر هو النشأ اللي طالع ده سواء كان طفلة أو مراهق أو شاب يقدر يختار يبقى عارف لأن احنا مش هنمنع عنهم وسائل الإعلام مش هنقعدهم جوة الملورة الزجاجية لازم هو يبقى عنده الخبرة ويبقى عنده التربية اللي تخليه يقدر فحياتهم كمان بقى قرار الجواز ده آه ده قرار مهم جيد ده لو حاجة يعني عليهم موضوع الأبراج يبقى احنا كده وده بيحصل كتير يا دكتور يعني مثلا كان فيه أبراج يقول إيه ده برج كذا مش متوافق مع برج يعني الأسد مثلا ما ينفعش مع برج الثور بس للقول لقاعدة شواز يعني تقول لكم فيه ناس يعني مثلا زي الأفلام كان فيه عندنا برج العزراء والعقرب أو العقرب والعزراء فمتحسين فيه حاجات كتير فعلا بتبقى أتركت البعض بما أن برج العزراء في الزكور يعني في الولاد بيبقى شخصيته مختلفة عن البنات خاصة أنا أصلا مع الرأي يا روح تقريبا أنهما الولد والبنت في الأبراج بيبقى بينهم صفات مشتركة بس في نفس الوقت تحسين الصفات فيه اختلاف تماما يعني بتلاقي حتى عند يعني في كل الأبراج لو تاخدوا بالك إحنا كلنا عندنا نفس الصفات دي يا دكتور بس هي بنسب برج عم برج بنسب هي دي كل الفترة بكفرق فعلا هبعايز أسألك فيه أبراج ما بتمشيش مع بعض خالص يعني آه أنا هقولك برضو عن الأسد مع الحوت الأسد برج ناري فعايز كل حاجة بسرعة عايز ياخد قرارات تكون صح دايما عنده تفتشانيز معالي جدا يعني عايز جزئة الكمال وطبعا الكمال لا الأسد أصلا فدايما بقى مع الأبراج الهدية المائية زي الحوت تلاقي فيه خلاف أيوة لا وعشان الحوت كمان هقولك أخد الموضوع بمرح أكتر عاطفي وحبه أكتر بروح أخف أكتر بالأسد كل حاجة أخدها على عصابه شوية جد شوية كمان الأبراج ممكن تبقى لها علاقة بالشغل أكيد يعني أنا مثلا بحب أختار صحابي أو المجموعة العمل من ناس أكتف جدا فتلاقي الدلو تلاقي الجدي برضو مسؤول بس هو متشائم شوية فما نروح للجدي شوية بأنك فتحته الجدي يعني أنا جدي الجدي على فكرة من الأبراج برضو اللي عايزين ازجاح أسوأ متحملين مسؤولية دكتور وأي فنك أن هما بيقوم يعني بيقعوا ويقوموا لوحدهم بصي عندهم جانبين نحن نتكلم في الإيجابي والسلبي الجانب الإيجابي هو برج مسؤول جدا مش بس متحمل مسؤولية نفسه لا ده الآخرين كمان فدي حاجة مميزة ودايما عطوه في اجتماعي يحب الناس تلاقيه عنده صحاب كتير بس بقى الجانب السلبي إنه هو متشائم يعني دايما عارفة يبص للجزء اللي هو الفارغ من الكوباية وعنده خطة مش فطيفة بتتعبه أكتر يا روح هي فكرة إنه هو عارفة بيبكي على اللبن المسكوب اللي هو ممكن يفضل يزعل فترة بس هو إنه هو بيقاوم نفسه بسرعة تبالنسبة للدلو؟ بالنسبة للدلو هو حتى من اسم البرج دايما تلاقيه معطاء يعني عايز يخدم عايز يساعد ودي حاجة حلوة قوي بس في جانب سلبي جزئية العصبية شوية أو إنه هو أخيانا بيبقى فيها لا أختلف معكي هنا شوي أغلبية برج الدلو ببقى عصبيته على جوة والله يروح يعني تلاقيهم هم كاتومين تعودي مع بنت برج الدلو أو ولد هو ما بيعرفش كوب كل اللي عنده مستهل تعرفيه من قاعدة واحدة ودي مشكلة برج أنا هقولك حاجة أكيد دايما لازم حتى مع الشخصيات بتتشابه في الأبراج بيتختلف بقى من تأثير البيئة عليها تربية ظروف الحياة اللي مرت بيها كل ده بيقصر أنا متهيالي أروح إنه الدكتور هنا بتقول لنا فكرة إن التربية والبيئة دول أساسيين اتخاذ قراراتنا وأحكامنا مينفعش برضو متهيالي هي ليها نظرة أنا مينفعش نبنيها على الأبراج لا أنا كنت لسه أقول لها في ناس فعلا بيتبني كل قراراتها على الأبراج يعني مثلا اكتشفت إن خطيبها قبل الفرح بأسبوع إن هو برج لا مايش بتحبه خالص لا ممكن بوز الدنيا بسبب الموضوع لا لا طبعا أنا وجهة نظري إن الموضوع ده مش صح إن إحنا نبني قرارات بقى لازم في حياتنا على الأبراج لازم ناخد الطرق العلمية يعني أو طرق اتخاذ القرار وبما إن إحنا يعني ده موضوعنا في البرنامج النهاردة فلازم دايما نحاول بس دكتور راندا برضو يعني هي فكرة إن إحنا ماشي ممكن هو غلط أكيد متفكيرنا هو غلط بس لو إحنا نعرف صفات اللي قدامنا مثلا أنا اللي قدامني برج واتيفر الميزان أعرف الوحش والحلو عشان أقدر أعرف أنا هتناسب معها لا أي شخصية فيها جوانب إيجابية وجوانب سلبية بس إزاي ما قلتلكم أهم حاجة في اتخاذ القرار إن إحنا نحدد المشكلة اللي إحنا عايزين نتخذ فيها قرار نجمع معلومات عنها كتير نسأل اللي حوالينا من الأكبر مننا ونشارك برضو فريق العمل الأول في الأخير إحنا منها كنت أسألك إزاي تواجهي برضو لقدامك إنه ياخد قرار صح بصي هو بالنسبة لي جمع المعلومات عن الموضوع المشكلة أو القضية اللي إحنا ناخد فيها قرار فترات صغيرة وبعدين خطوبة بسرعة جواز بسرعة لأ ناخد وقتنا نعرف إيه إيجابيات اللي قدامنا السلبية ما فيش حد طبعا كامل بس مع المواد ده والرحمة والتفاعل في الحياة كل حاجة بتتزلل وكل مشاكل بتتحلل بالضبط يعني من هنا برضو بنقول عادي نبقى واخدنا كهوية بس بقى لو انتقلنا تيجوا ننتقل شوية لحطة الطارود بقى اللي البنات كتير أنا شايفة منتشر بطريقة غير عادية لنسبك مشاهدات قنوات دي قنوات كتيرة جدا وفي ناس فعلا بتؤمن بالموضوع ده بصي هو دايما رأي العلماء على موضوع التأمل وقانون الجذب يعني هنربط الفكرة اللي طالع الجديدة دي بقانون الجذب هتخلي بقى حاجات الحاجات العلمية هي دايما بالضبط كده بالضبط انت دايما أما بتبقي مقتنع بحاجة مؤمنة بحاجة بتزللي نفس كل الأسباب علشان توصلي لها وده فكرة قانون الجذب إن أنا بقى مثلا متفاقلة صحية النهاردة إن شاء الله يوم جميل الحلقة تطلح حلوة فأنا هخلي نفسي أوصل للنا عاوزة على عكس التشاقم من حد يبقى دايما بيجذب لي طاقة سلبية أو الشحنات المتشاقمة في الحياة حواليه حتى بكتور الأبراج اللي هي هتلاقيها برضو فيه ضمن الأبراج متشاقم ومتفاقل حوالينا طاقة سلبية فيه أبراج كده كتير آه كتير بس لا لا الجوزاء مش من ضمنهم يروح خالص الجوزاء من أبراج اللي بتيت طاقة إجابية روضة فيه أبراج شكاية يعني طوال طول اللي الوقت تتكلم في المشاكل طبعا ندعو للتفاقل بس أنا شايفها هي شخصيات أكتر من هي أبراج لإن فيه أبراج يعني أنا قابلت جوزائيين كتير لا مش شارحين مش نفس شخصيتي يعني لا شفت فيه اختلاف كتير بس مثالي هيبقوا صدقين هيبقوا متفاقين في الصفات آه أكيد هي بترجع اليوم الميلاد وأماكن يعني الكواكب في الوقت ده لأن أنا قرأت في الجزئية دي يعني هو كل الناس أبراج معينة مثلا زي الأسد يوم متشابهين في حاجات يختلف في بعض الصفات لكن بيتشابه في الأكتر بس برضو يعني بتعرف تحب زي برج السرطان برج حساس جيد بيعرف يحب فعلا يعرف يحب اللي حواليه بس للأسف بيجي له إحباطات من إن هو بيحب قوي مبتل صدمات اللي بيستقبلها بالظبط كده فالأسف بيصاب بالإحباط في النهاية دي حقيقة إحنا قبل ما ندخلك إنا بنتكلم عن الناس اللي مش بيصدر أني هي تقول لا آه ضع من إن قوي إحنا عايتم نتكلم في النقطة دي وليها علاقة بالأبراج ولا لأ بوسي هقولك حاجة دايما أنا برجع الموضوع للتجربة للتجارب يعني مثلا أنت لو برج الأسد أو برج الطور وبتاعة شغله مسؤولة وفي مكان عمل معين هتلاقي كل مديرينك بيحبوكي تسقط الشغل عليك كتير فبي يا جماعة نوزع على كل الناس هو واثق فيكي إن أنت قد المسئولية فبيوكل إليك أعمال كتير لو ممكن نقول إنه برج الخدوم بالظبط هو أساسا حياته بيخس إنه مسط ناق إنه مش برج مش خدوم أو كده لأ إنه بيعمل أنا بقرافش ناق أنا بقرافش ناق فطبعا ده حاجة بتخلي اللود عليه كبير قوي فبالتالي يعني أنا لسا كنت بتكلم مع روح بقول له إحنا كلنا عايزين نتعلم إزاي إنهو عارف نقول إزاي إنهو عارف نقول لأ إزاي إنهو عارف نقول إزاي إنهو عارف نقول لأ لكن يوم ما هتقول لهم لأ طيب دكتور ممكن معايش حتى كده تقول لنا ممكن بالنسبة لك مين الأبراج اللي تقول لأ أو صوت واضح وما تقلقش وما ترجعش ورا ومين الأبراج اللي لأ أوكي برج الجازي ممكن يقول لأ في وقته هو مسؤول فيه وحاسس أن مسئولياته ما فيهاش وقت زيادة أو مسيحة زيادة برج العزراء في الزكور هو مختلف هو العزراء في الإناس هو عملي متحمل مسئولية بس في الزكور بيجيله فترة يقول لأ أنا مش قادر أكتر منك العزراء ممكن لو شريك حياة يعني اللي معاه بفعلا عارف يمتلك قلبه صح بيعرف من هنا يقوله حاضر بس بيعترض عند اللي فعلا محتاج لك تعترض عليه بالضبط برج الأسد للأسف ما بيقولش لأ ولازم يتعلم يقول لأ برج الحوت حبوب قوية دايماً بيحب اللي حواليه ولاده صحابه زملاء العمل بس ما بيقولش لأ أكتير بيقول بس بعد ما بقى بيخلص طاقته خالص بالضبط لما بيوصل للتوب القوس محدد الهدف ده من أكتر الأبراج اللي بيركز أنا هعمل أي حاجة علشان أوصل للهدف برج الجوزاء طب ومناسبة تروح معنا في الحلقة برج الجوزاء دكتور بيقول لأ ولا لأ برج الجوزاء ما بيقدرش يقول لأ لأنه بيبقى ما بين هو عايز يرضي كل الناس وممكن يجي برضو في الآخر على نفسه فبيبقى ما بين عافية زوء صاح ضمنها أنا وإنت وبرج الجوزاء دكتور الطب في الموضوع ده لا بس بجد هي هي يعني استراتيجي في الحياة نحن نقدر أما نساعد ونعمل نعمل أحسن حاجة عندنا بس في الوقت اللي لازم نصطف فيه ونقول لا يبقى لازم نتعلم نقدر نتقيم العلاقة أو أي حد تحت أي علاقة يقيمها أنا في نظري الصفات بتساعدنا احنا بنشوف ده هي بتسهل التعامل شوية مع الحياة لو أنتوا أبتر حاجة بتحسوها وتشوفوها علاقة الأمة بأبنائها مثلا يعني الأمة في كل ظروف حياتها بتدي كل حاجة تقدر تعملها بتشتغل وبتربي بتعمل كل الأدوار وعمرها ما بتقول لا أبنائها فهو بيبقى أدوار في الحياة ومسئوليات فقدر الإمكان اللي إحنا تنظيم العمل وإحنا نعرف ناخد قرار في الوقت الصح نقول آه في الوقت الصح هي الفكرة هنا مش في أن هي بتبص فكرة الأمة بتبص على البرج بس هي بتبقى صفات هي سبحان الله اتولدت فيها إزاي تتعاملي آه مع مثلا الطفل العنيد أوي الشقي أوي من ضمن الأبراج العنيدة بقى بقى أنت قلت كلمة عنيد برج الطور وبرج العقرب من أكتر الأبراج العنيدة لا وحطي معهم يا دكتور برج الجادي آه الجادي في كمان أبراج عندها بيوصلها المرحلة اللي هو لأ كده بقى الغلط يعني يعني بيعاني في مصلحته متالي دي غلط آه أفينك أنت ده حتى في طريق التفكير غلط آه أفين طبعا طب بتنصحي الناس بيا دكتور هو أساساً الطفل العنيد أو الشاب أو المراهق العنيد لأن ده كان برضو في جزء من مجال الدراسة ما بياخدش طريقة عادية في التربية أو في التعامل لازم تكلمي معك كتير آه عادي بقى نعرف إزاي نتعامل مع الطفل العنيد ده لازم هو بصي كلما أنت كنت منطقية يعني وضحت له كل المعلومات اللي عندك عارف الموضوع بكل الجوانب هيقدر يبقى يعني لين شوية في المعاملة لكن العند بيجي من أنه هو عايز يفرد رأيه يفرد وجهة نظره فلازم تكلمي معك كتير تديره كل المعلومات عن الحاجة احنا للأسف دايماً من ضيق الوقت والضغوط بنرد مثلاً ما بنتكلمش مع ولادنا ما بنفهمهمش الأسباب الحاجة ونتائجها فانتي تعملي الدور ده ده هيبقى حلوة أوي في نهاية حلقتنا يا دكتور احنا كنا مقصوصين بك جداً وأنا شايفة أن الحلقة كانت خفيفة وروحة حلوة كل سنة وكل شعور مصر طيب فعلاً فريق وميز نورتين يا دكتور وبكده حلقتنا خلصت وكل سنة وانتوا طيبين وان شاء الله نشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر